موسيقى موسيقى يهلا مرحبا مرة ثانية عزائي المشاهدين معكم أخوكم هاشم العلوي وإذا كانت هذه أول مرة تزورنا وتشرفنا فيها هذه القناة لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع كل من مهتم في هذا المجال عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من الناس حول العالم في حلقتنا اليوم راح نلقي نظرة مع بعض على ماكرافون رائع آخر من شركة وام اوديو الماكرافون اللي راح نشوفه اليوم هو ماكرافون WA-251 واللي هو عبارة عن تيوب ماكرافون الماكرافونات اللي من نوع التيوب لها طبعا صوت مميز بسبب وجود هالتيوب داخل الماكرافون الباور سبلاي هو أيضا في نفس الوقت البولر باترن سويتشر لاحظون هنا في السويتش ما البولر باترن يخلينا نختار ما بين كارديويد وأومني وفيجور ايت طبعا حق التعليق الصوتي أنا أفضل دائما نخليه على اللي هو الكارديويد لكن إذا أنت قاعد تسجل فرقة ممكن أنك تتخلي على الأومني أو أنت قاعد تسجل حوار ما بين شخصين ممكن أنك أنت تسوي له سويتش حق فيجور ايت شركة ورم اودي أيضا ما قصره في اختيار الكمبوننت أو المكونات اللي تصنع هاي الماكرافون حتى لو بتلاحظون إن الواير اللي موجود وياه الواير هاي من نوع القاثم وايرات القاثم معروف عنها إن هي جدا جدا عالية للجودة فحتى في اختيار الكابل الشركة ما قصرت واختارت أفضل أنواع الوايرات اللي موجودة في السوق عشان نقدر نحصل على أفضل جودة ممكنة في الصوت مع الماكرافون طبعا أيضا شوك مونت هاي الشوك مونت جودته جدا عالية وطبعا تقدر تركبه على أي ستاند في هاي النوع من الثريدز اللي تقدر تركب عليه وتثبت فيه الماكرافون الماكرافون قادر على تسجيل الترددات الصوتية ما بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز وهاي طبعا يعني الرينج مونت أغلب ماكرافونات شركة وارم اوديو قوة تحمل الماكرافون للصوت هي 132 دي بي بس إحنا شعلينا من كل هاي التكنيكل ديتيلز أهم شي صوت الماكرافون نفسه شلون جودته وشلون نقاء الصوت اللي راح يتسجل من خلاله هالمرة جربت سوي لكم تجربة جديدة وهي تسجيل أداء أو تجربة الأداء حق هاي الماكرافون بطريقة شوية مختلفة إن شاء الله تعجبكم نشوفها مع بعض الحين كان والدي رجلا ثريا وترك لي الكثير من الأموال لكنها لم تساعدني فقد أنفقتها حتى لم يتبقى منها سوى قدر ضئيل للغاية فأخذت ما تبقى وابتعت سلعا لأذهب في رحلة تجارية بحرية وارتحلنا من جزيرة إلى أخرى حتى وصلنا في النهاية إلى جزيرة تبدو في جمالها وكأنها جنة الله على الأرض وفي نهاية هذا الفيديو أعزائي لا تنسوا أن تعطونا زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع أكبر مجموعة ممكنة من الناس اللي تعرفون أنهم محبين لهذا المجال عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة حول العالم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة